شيء هائل وعظيم وهو شيء كبير وكالكم الذي حققه في هذه الفترة عبلي بس ما تكمل كلامك معلش يعني لازم طبعا تعايا مهند تعال زيك مهند خبارك ايه كويس سلم تعال هنا عود تعال هنا تعايا مهند كل دي مدليات بسم الله م شاء الله كل دي مدليات طبعا كل دي مدليات بسم الله م شاء الله احطها قدامكين عشان ايه نشوفها طبعا عايز اقول لحضراتكم النهاردة مهند هو مفاجئة حلقة اليوم مهند زي ما حضراتكم عارفين مهند كان متواجد في احتفال اول امبارح الحقيقة قادرون باختلاف وصلنا بس ان هو عايز يشوف برس تاو وان هو بيحب برس تاو جدا وعايز يشوفه يعني عملنا مفاجئة النهاردة لمهند من خلال وجوده في البيت الكبير وطبعا اتكلمنا مع برس تاو اللي كانت سعيد جدا جدا واثر على ان مهند يجون موجود معنا النهاردة اهلا انا كابتن الزي حضراتك وحشنا الحمد لله اخبار حضراتك ايه معلش النهاردة قعدناك فترة طويلة ولكن كنا عايزينك تبقى دايما مبسوط معنا مبسوط النهاردة ان انت موجود مع برس تاو اكيد يعني شرف ليه ان انا موجود مع يعني اتنين كابتنين عظام اه كابتن اسلم يعني وكابتن برسي يعني انا قاعد بين عملاقين من عملاقة الكورت الخدم يعني فانا متشرف ده مع انك انت سباح شطر يعني بسم الله ما شاء الله خدم دليات كتيرة جدا في السباحة برسي وهو كان مصر الحقيقة ان هو يبقى موجود معنا النهاردة لما عارف ان انت موجود معنا هو كان عايز يجي يتصور معك بره ولكن انا قلت لازم يبقى موجود معنا جوه وعلى الهواء مباشرة لانه يستحق الحقيقة مهند من الشباب من شباب قادرون باختلاف بالفعل حاجة لها اعتقد ان مهند سبقى ليه مستقبل كبير جدا 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 في الرياضة وحتى طريقة كلامه وطريقة القاءه حاجة جميلة جدا يا مهند شكرا لك شكرا لك مبسوطين ان انت موجود معنا النهاردة وانا والله اسعد يعني انا اسعد انا بس اعزيه لحاجة الاساس برسي دلوقتي انا كنت حابب جدا اخر جوان ليك في ماتش الزمالك يعني اتمنى بس ان حد يترجمه عشان محد يترجمه ماتلعش يعني كنت حابب اخر جوان ليك مع الزمالك في لقاء الزمالك كنت احبه او سموه هتوصد ولا الزمالك لا الزمالك اخر ماتش اخر لقاء اه انت اهلاوي انت مصطفى الشعبان قالك انت قلت له ايه ساعتها انا قلت له لا انا اهلاوي قلت له لا انا اهلاوي ها وانت اهلاوي احنا اتكلمنا مع باباك قال ان انت اهلاوي بتشجع اعلاد الاهلي ان انت صغير اه اه يعني انا من اول اما طلعت اهلاوي اه انت فيك شابه شوية من برسي تاو لا طبعا هو اجمل هو اجمل ماشي برسي اعتقد اعتقد انت يعني انت تشوف مهند موجود ومثال لجيل كامل الحقيقة مهند ده بالنسبة لنا أبطال التحدي دول بيبقى ليهم معزة كده في قلبنا مختلفة تماما عن أي حد تاني قلت له ونحن خارج الستوديو أنا ممتن كثيرا لكم الحب ولكن هو بطل انظر إلى المدنيات التي حصل عليها وحصل على الكثير من البطلات وكل شيء ممكن وهو قادر على فعل ذلك واستطاع أن يحرز الكثير وقد تعتقد أن اثنين كافيين ولكن هو يريد أن يقدم المزيد وهو مثال يحتز به هنكمل كلامنا مهند سيكمل معنا بعد إذنك مهند سيكمل معنا لغاية آخر الحلقة لأنه نسأله برضو عن وانت ممكن تلعب دول المزيع أنت كبيرسي تا ومهند برضو ممكن يسأل برضو خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع الجوهر السمراء الحقيقة واحد من اللاعبين المحترفين المحترمين أنا أعتقد بعد حلقة النهاردة بيرسي تا وحيكون وانتوا بتحبوه أنا عارف كأهلوية بتحبوه جدا ولكن النهاردة الموضوع هيبقى مختلف بعد هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر